هذا ولا يزال الطلاب المسجلون بالتعليم العالي في قطاع غزة غير مطمئنين بشأن مستقبل دراستهم حيث دمرت الهجمات الإسرائيلية 80% من الجامعات في القطاع ملك الغول إحدى النازحات من مدينة غزة إلى جنوب القطاع وهي واحدة من حوالي 90 ألف طالب جامعي تم إبعادهم عن فصولهم الدراسية وعلى الرغم من ذلك وهذه الظروف الصعبة فإنها لا تزال مصممة على مواصلة تعليمها حتى مع تلاشي الأمال في وقف إطلاق النار بنحاول أن الحرب ما توقفنا وأنا شخصيا الحرب ما توقفني ما توقف الحلم اللي أنا بدأت فيه يعني أنا بسنة تانية مفروض أني أكون كملت ما فقدت الأمل هذا ضلت مستمرة ضلت أحاول أعافر كثير صعبنا في موضوع النات سجلت المحاضرات وبدأت هنا والحمد لله كملت ما وقفت كانت كثير كثير تتعب في أول فترة تروح على كافترية تدار مشوار وترجع ونت إجا ما جاش ضعيف قوي ما بعرف إيش المهم توفر النت في منطقتنا والحمد لله صعبة هي طبعا ساعة وغالية وإشي لكن مش مشكلة مساعة ساعتين إيش مكان إيش بدك بدي أوفر لك لأنه حلمنا إنه تتعلم إحنا حلمنا إنه أولادي يصير متعلمين لكن برضو الحرب أك وأقوى منه مصرين على الحياة وحقنا في الحياة من هذا المنطلق أنه نحاول كجامعة الأزهر أنه نستمر في العملية التعليمية قدر الإمكان برغم يعني عدم وجود مقاومات لهذا الموضوع من كهرباء ومن اللي هو التصالات ونت وطلبنا طبعا الأعزاء نفس الشيء يعانوني كثيرا في هذا الموضوع نفس القضية اللي هو النزوح المستمر ولمتكرر ليفطى يعني عدة مرات عدم وجود كهرباء عدم وجود ماء عدم وجود اتصالات قلق الطراب خوف من طبعا كل هذا الموضوع نفضل الحرب ترجمة نانسي قنقر